موجة جديدة وإصابات متسارعة بمرض الحمى النزفية اجتاحت العديد من المحافظات العراقية وسط تحذيرات من انتشار سريع للمرض ودعوات لمكافحته والسيطرة عليه والحمى النزفية مرض فيروسي ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان ومن ثم ينتقل عن طريق العدوى من شخص إلى آخر وتبلغ معدلات الوفيات للمصابين به نحو 40% بحسب منظمة الصحة العالمية من أعراض المرض ارتفاع درجات الحرارة لدى المصاب ونحول عام وآلام في العضلات وغثيان وتقيؤ وظهور البقع النزفية تحت الجلد خصوصا أن المعدل العام لحضانته من يوم واحد إلى 14 يوما وزارة الصحة اعلنت أن عدد الإصابات بالمرض في الأيام الأخيرة بلغ 18 إصابة مع أربع وفيات دعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع لإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير أغلب الإصابات تركزت في محافظة ذيقار التي سجلت منذ منتصف العام الماضي 30 إصابة توفي من بينهم 10 أشخاص وتسود المحافظة حالة من القلق والتوجس بالانتشار العدوى واستمطالبات بتفعيل الرقابة الصحية على محل بيع اللحوم ومنع ظاهرة نحر المواشي بطرق بداية وفي الأماكن العامة وذكر طبيب بيطري في ذيقار أن المرض بدأ بالانتشار في العام الماضي لكن الإجراءات الرسمية من وزارة الصحة لم ترق إلى المستوى المطلوب في مواجهة هذا المرض عبر تعزيز دوائر البيطريات بالمستزمات الأساسية وإطلاق فرق الرقابية لمتابعة مواقع ذبح الحيوانات ومدى ملائمتها لتوصيات السلامة ويؤكد أطباء بيطريون أن هذا المرض في بدايته غير خطير لكن لو انتشر بشكل أسرع فإن من الصعب السيطرة عليه ومقاومته خاصة مع غياب اللقاح اللازم له مشيرين إلى أن البنى التحتية الطبية في العراق غير جاهزة لمزيد من الضغط ما يدق جرس إنذار يهدد الواقع الصحي الذي لم يتعاف بعد من تداعيات وباء كورونا